من الاتصالات أنا بس معي اتصال من أخوي عبدالواحد الخلفان أستاذ الحاسب الآلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب حياك الله دكتور عبدالواحد وياهلا ومرحبا فيك وعنا سعداء بوجودك وياننا مساك الله بالخير هلا هلا مساك الله بالنور حياك الله مساكم الله بالخير جميعا وكل عام انتم بخير ونسأل الله في بداية الحلقة بإذن الله يا الله ينهي هذا الوباء إن شاء الله في أسنوات اللهم آمين ونرجع إلى التعليم والتعليم عن بعد أسمح لي بس مجرد ملاحظات فلاشات سريعة لأن تفضل دكتور أنا رجل يعني أعتبر نفسي متخصص بالتعليم في سنوات طويلة بالهيئة العامة للتعليم ومدرش في الجامعة وعندي يعني أول موضوع يعني سبحان الله يمكن نشكر هذه الجانحة كورونا اللي يابت ملف التعليم عن بعد وخلته يصير واقع حقيقي اليوم في الكويت أنت تعرف من خمسة وعشرين سنة من بعد التحرير لو هناك دراسة كل وزير تربيعية وقال إحنا رح نتكلم عن تعليم عن بعد نظرية مو اليوم اطلعت ولا أمس اطلعت من سنوات طويلة والدكتور بدر العيسى يوم كان وزير تربيع صرح عدة تصريحات وأنا متابعة وشوف إحنا مشكلتنا في الكويت لما أنا أكون مسؤول ما أسوي شيء لما أطلع من المسؤولية أنتقد الوزير اللاحق كل وزراء التربية يتحملون مسؤولية الفشل والإخفاء في قضية التعليم عن بعد لأن اليوم أمام هذه الجانحة اللي صارت وهذا الاضطراب اللي صار في العالم بين فشلنا في التعليم وعندنا عدم وجود أي خطة خطط للمستقبل والتعليم اليوم في هذه الأزمة شفنا أن وزارة التربية كانت صفرة يدي مع العلم أن في ميزانية وزارة التربية سنويا ملايين الدنانير مخصصة للتعليم عن بعد والستاد فيصل يد لي هالكلام وأنا أقول له عن تدريب وودوا الناس بره وسووا ما دري شنو ويدعمون مؤتمرات ولكنها كلامه ليلا يمحوظه قوة النهار ماكو أي تعليم عن سووا قناة تعليمية يوم من أيام يا وزير التربية سوى لي المناهج على فلاش وحط يوم يا وزير التربية أجر له بتوبات 30 مليون دينار وبعدها تكسرت لحبوا بالميزانيات واليوم نتكلم أن والله وزارة التربية مو مستعدة هذا أولا أنا ما متر أوسع لنا أدري الوقت ثانيا دكتور فايز يقول وزير التربية مو مستعد يطلع يقول خططها هذا الكلام وكل صحيح يا دكتور فايز التعليم مثل الصحة مثل وزير الصحة كل يوم يطلع عبدالله دكتور عبدالله السند ويحفظ مؤتمر صحفي ويتكلم عن الوضع الصحي في الكويت وزير التربية والقيادين في التربية والجامعة والهيئة العامة يجب أن يطلعون عنده عنده الناطق الرسمي فيصل مقصيد دكتور عبدالواحد عنده عنده فيصل مقصيد أعطيك والله خليك تكمل والله خليك تكمل بس عنده الدكتور عنده عنده فيصل مقصيد بمحمد وهو الناطق الرسمي وهو الناطق الرسمي أعرفه محمد صدير أخو عبيس أنا لا أتكلم عنه كلام بعده هو الناطق الرسمي شو ما تكلم عنه تكلمت عن عبدالله السند الناطق الرسمي لا 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 أنا قاعد أشيش أقول لا تقول لي ما لحد اليوم ولا واحد في الكويت سأعرف شنو خطط وزارة التربية في شهر تقول لي أكو مدارس أنا أقول لك أنا أتحمل مسؤول تلمتي ما راح ترجع الناس طلب حق المدارس 360 مدرسها الحين ممكن موقوعة كلها أمال وعمالة ومكسورة ومعفسة وماذا شنو قال لك الحد الآن 48 اللي تم استخدامها بالإضافة لبعضها في الجمعيات البعض الآخر لجمعيات 360 تقول لي تعليم الآن كل وزارة التربية لحد الآن لحد أمس وزارة التربية ضائعة وليست لديه خطة يا أخي عندنا كلية تكنولوجيا التعليم في التعليم التطبيقي في أحسن التكاطرة في منهج التعتيبهم مو عيب الاستعانة فيهم أنا بأوصل لنتيجة أما إحنا في الهيئة أنا أضمنكم الآن أنا أكلمك عن الهيئة العامة التي عمد فيها إحنا الحمد لله الهيئة بدأنا في خطوات متسارعة طبعا عندي كلمة حيث دكتور فايز أن يتكلم عن جامعة الكويت جامعة الكويت يا دكتور من ألفين سنة ألفين فيها إدارة اسمها التعليم عن بعد أفشل إدارة ما حققت ولا شيء خلال هالسنوات كلها وعطيك الدليل على كلامي اليوم جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اعترضوا على التعليم عن بعد لوجود قانون قوانين مقيدة للحريات في الكويت قانون الإعلام المرئي والمسموع من تدكتور قانون تفهل وقانون الجرائم الإلكترونية قالت لكلية الحقوق أنا عندي مادة وقانون المرافعات ما أنت رأحبها على المنصات الإلكترونية لأنني أناقش فيها الأحكام القضائية أنا عندي قسم العلوم السياسية أنا عندي قسم العلوم الإنسانية شكل سريع دكتور عبدالواحد عشان الوقت يعني اليوم كثير من الكليات مع ترضية أنتوا شكلتوا لكنا بالاتفاق مع الجمعية عشان تشوفون الوضع القانوني للتدريس عن بوعدة من خلال المنصات الإلكترونية فإذن أكو مشاكل حقيقية أنتوا جاهزين في التطبيق دكتور عبدالواحد نحن في التطبيق أنا أقول لك في التطبيق الحمد لله عندنا منصتين تعليمتين مشهورين مأس شيسمه مايكروسوفتينز وعندنا الموديل وركبوا هذي وسووا تكاملية ما بينهم الآن أقسام العلمية كلها حط المحتوى الإلكتروني بدأنا ببرامج تدريبية حتى أعضاء هذا التدريس بعد العيد رح نبدأ تدريب الطلبة يعني صراحة كلمتك الأخيرة دكتور عبدالواحد كلمتك الأخيرة يعني شوف موضوع التعليم أنا كنت تتمنى أحمد أنك هذا الموضوع ما تحطي حلقة واحدة تحطي حلقة حاضر أنا عندي كلام عندي كلام اللي قال أستاذ فيصل عن المدارس الخاصة لناقض كلامه لأن الوزير وقرار نشي الوزرح كان يوقف التعليم على كل شيء بما فيها الجامعات الخاصة وبما فيها وطلع على قناة الراي وقال هذا القرار يسري بعد يومين طارق الاجتماع في اللجنة التعليمية وغيره قال يطلع على قناة الراي يقول الوزير وقال يسري أنا دلت الفيديو والحين كل الحين أطرش لك وقال الوزير اللغة وكل العام الدراسي توقفه التناقضات موجودة لكن لازم وزير شنو اللي قال الوزير دكتور عبدالواحد عشان أبو محمد أنا سوى مقابلة مع الأستاذ وليد الجاسد نعم صحيح وأنا قررت عليه شكال وقال وقال هذا القرار مجلس الوزير يسري على الجميع شنو الغرار شنو الغرار أيقاف التعليم سواء في التعليم العام أو التعليم الخاص في الجامعات الخاصة وفي المدارس الخاصة نظر نظر وقال يطرح لي الأبو الموجود قاعد صار اجتماع في اللجنة التعليمية وياه سيد رئيس مجلس الأمة حضر اجتماع وصار بعدين قرار بأنه يوافقون على التعليم استثماء المدارس الخاصة واليوم لو تفتح حلقة خاصة مشتعدين في مشاكل كبيرة لتواجههم لأن القنية التحتية للتعليم الإلكتروني أو التعليم مجاهزة بالكويت شكرا دكتور عبدالواحد خلفان شكرا سامحني دكتور وإن شاء الله قد يكون لنا حلقات أخرى إن شاء الله في هذا الموضوع